أم إيمان تقول الحمد لله عندنا خمس بنات الحمد لله ربنا يبارك فيهن كلهن متزوجات ليس عندهم ذكور لو كتبت وكتب الوالد الكريم في حياتهما الثلثين للخمس بنات والثلث للأعمام والأوراق ستكون معهم في حياتهم يعني كأنهم قسموا الميراث يعني في حياتهم نعم شخص الكريم نقول للسئلة الكريمة تبارك الله فيها اللهم أمين وبورك لها في أهلها وأبنائها وبناتها وجميع المسلمين يجوز للمسلم أن يتصرف في ماله حال حياته بشرط أن لا يمنع أحدا من الورثة والتصرف في المال حال الحياة بأحد أمرين بين الأولاد عموما يعني إما أن يكون البنت مثل الولد أو يكون البنت نصف الولد كما هو الميراث ما فعلته الأخت الكريمة يجوز شرعا في هذه الحالة نعم لماذا؟ لأنهم لم يقصدوا التهربة من الميراث بمعنى أنهم يمنعوا الأعمام بل السلس الذي يترك للأعمام ليس حقهم نعم للبنات الثلثين شرعا الثلثان شرعا صحيح لكن هذا السلس نسو أن للزوجة فيه السمن فينبغي أن يكتب للزوجة السمن وما بقي من السلس هذا هو نصيب الأعمام ولا يدخل يعني بعد عمرين يطول بالطاعة إن شاء الله نعم البنتين التلتين أيوة عفوا أن البنات التلتين بنتين ثلاثة أربعة حتى عشرة أي عدد ياخد التلتين بعد التلتين فصاعد بالضبط لو بنت واحدة تب النصف النصف بقي من السلسين الثلس الثلس الزوجة موجودة فهذه الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارس ماذا بقي من السلس بقي الثمن هذا هو حق الأعمام إن شاء الله تبارك وتعالى نعم